السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون الكوت تواجه الحكومة في جلسة مجلس الأمة يوم غد طلبين لمناغشة استجوابين لسمو رئيس مجلس وزراء مقدمين من خمسة نواب فيما رجحت مصادر برلمانية احتمالية طلب الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين إلى حين بث المحكمة الدستورية في الطعون الخاصة بالانتخابات في جلسة المحكمة المقررة في الثالث من شهر مايو المقبل من جهة وحتى تتمكن الحكومة من دراسة مدى دستورية الاستجوابين من عدمهما من جهة أخرى مقدم الاستجواب من جانبهم رفضوا أي سيناريو حكومي لتأجيل الاستجوابات أو إحالتها إلى التشريعية أو الدستورية بيد أن هذا الأمر سيقرره تصويت المجلس إذا ما طلبت الحكومة ذلك تشهد جلسة مجلس الأمة يوم غد طلب منغشة الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس وزراء المقدمين من قبل خمسة من النواب فيما تبقى أرجح الاحتمالات الحكومية لمواجهة الاستجوابين هو طلب الحكومة تأجيلهما لأسبوعين إلى حين بث المحكمة الدستورية بنظر الطعون المقدمة في يوم الثالث من مايو المقبل النواب مقدم الاستجوابين أعلنوا أنهما لن يقبلوا بتأجيلهما أو حالتهما إلى الدستورية أو للجنة التشريعية البرلمانية إذا ما طلبت الحكومة ذلك فيما تبقى هذه الاحتمالات هي قرارات تخضع لتصويت أعضاء المجلس إذا ما طلبت الحكومة ذلك من جهة أخرى وافقت لجنة دول احتياجات الخاصة البرلمانية اليوم على شمول المعاقين ضمن مشروع التأمين الصحي عافية وضم المعاقين من غير محدد الجنسية للقانون بما يكفل تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وحقوق العمل لتلك الفئة وقال رئيس لجنة النائب مرزق الخليفة إن أقرار تعديلات القانون ينصف المعاقين من غير محدد الجنسية حيث كان القانون في السابق يشمل أبناء الكويتيات فقط وبعد هذا التعديل أصبح القانون يشمل جميع المعاقين من غير محدد الجنسية وإشار الخليفة كذلك إلى أن موافقة اللجنة على مخترح يضم المعاقين لبرنامج عافية يضمن لهم حق تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة وذلك بعد أن تثم الموافقة على التعديلات من قبل مجلس الأمة من جانب آخر واصلت لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات نظر القضية وأوضحت اللجنة أن التغرير النهائي للجنة سيكون جاهزا بعد أسبوعين متضمنا الجهات التي تتحمل المسؤولية